اشتركوا في القناة خاص بتلاميذ الثانوي وذلك لكل الشعب حسب التدرجات السنوية الجديدة لسبطمبر 2022 من تقديم الأستاذ محمد بودهج جزاه الله عنا خير الجزاء إذن هذه التوازيع لكل مستويات الشعب وهنا لدينا رابطين للتحميل ستجدون رابط تحميل في صفحة الفيسبوك لا أستطيع أن أضعها في قناتي على اليوتيوب لأن هناك في بعض أحيان تصلنا مخالفات بسبب الروابط لذا وضحت روابط تحميل في صفحتي على الفيسبوك سأضع لكم اسم الفيسبوك أو مباشرة تذهبون إلى الفيسبوك تكتبون الأستاذ حمياني الفيزياء تجدون صفحتي على الفيسبوك جيد إذن لدينا للتحميل بصغة وارد وهو قابل للتعديل خاص بالأستاذة إذا أراد أي أستاذ أن يعدل عليها وأيضا بصغة البيدياف للتلاميذ حتى يعرفون ما هي الدروس التي سيتم وتطرق إليها لكل مستوى نبدأ بالتوزيع السنوي لمدة العلم فيزائية لأول مستوى المستوى أولى ثانوي جدع مشترك علوم وتكنولوجيا إذن لدينا كما نراحظ توقيت الأسبوعي أربع ساعات المعامل أربعة نبدأ بشهر سبتمبر الأسبوع الأول خاص بالدخول المدرسي وتقديم البرنامج من طرف الأستاذ الأستاذ يقدم البرنامج لتلاميذ الأسبوع الثاني نبدأ بالوحدة الأولى وهي بنية وهندسة أفراد بعض الأنواع الكيميائية إلى غيره من الوحدة كما نراحظ بالترتيب بالترتيب كما نلاحظ أيضا هنا لدينا الواجب موعد تقديم الواجب لأول الفرض الأول الواجب الثاني والفرض الثاني وهنا التقويم التحصيلي ومعناه الاختبار المتعلق بالفصل الأول معناه يكون في الأسبوع الأول من ديسمبر إلى غيره نذهب إلى التوزيع السنوي الثاني المتعلق بالمستوى أولى ثانوي جذع مشترك أداب أيضا كما نلاحظ لدينا نبدأ في سبطوم الأسبوع الأول الماء في الطبيعة معناه لي يقرؤ شعبة أداب أو جذع مشترك أداب يقرؤ الوحدة الأولى الماء في الطبيعة الوحدة الثانية أيضا الماء في الطبيعة إلى غيره حتى الوحدة الثانية هنا الهواء من حولنا إلى غيره من الدروس نذهب إلى التوزيع السنوي الثالث متعلق بالمستوى الثاني ثانوي علوم تجربية إذن كما نلاحظ هنا الدروس بالترتيب أول وحدة مقاربة كيفية لطاقة جملة وإنحفاظها الدرس الذي نشرته لكم بالأمس على قناتي في اليوتيوب أيضا التوزيع السنوي المتعلق بالمستوى الثاني ثانوي تقني رياضي زائد رياضيات هنا تشوفوا المستوى تحكم أبنائي توقيت أسبوع عندكم خمس ساعات ها هي الوحدات التي ستدرسونها بإذن الله عز وجل ننتقل إلى المستوى الذي يليه المستوى الثاني ثانوي أداب وفلسفة إذن كما نراحظ أول وحدة تدرسونها الكيمياء وتحولات المادة الوحدة الثانية كما نراحظ الكيمياء في الحياة اليومية إلى غيره المستوى الذي يليه ثالثة علوم تجربية لديهم توقيت أسبوع أربع ساعات المعامل الخمسة أول وحدة يدرسونها التلميذ هي المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط ماء الوحدة التي تليها تطور جملة ميكانيكية ثم دراسة ظواهر كهرباء إلى غيره من الوحدات ثم التوزيع الذي يليه متعلق بالمستوى الثالث الثانوي دائما التلميذ المقبلين على شهادة باكاروريا أتمنى من الله عز وجل أن يوفقهم في الشهادة وبأعلى المعدلات لأدى الشعب تقني رياضي زائد رياضيات أو الرياضيات الوحدة الأولى المتابعة الزمنية أيضا لتحول كيميائي في وسط ماء الوحدة الثانية تطور جملة ميكانيكية الوحدة الثالثة دراسة الظواهر كهربائية إلى غيره من الوحدات هذه التوزيع أبنائي من صنع كما قلت لكم الأستاذ محمد بودهج جزائه الله خير الجزاء وروابط التحميل تجدونها في صفحتي على الفيسبوك أي سؤال أو سفسار أترك تعليق أسف الفيديو وسأجيب عنه سواء سأجيب على التعليقات أو أجيب عنه في فيديو آخر لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته